نساء الخير على كل مشاهدي 90 دقيقة في كل مكان من المحيط إلى الخليج في البداية من المهم التأكيد على أننا في قناة المحور أنه كان كل الاحترام والتقدير للإخوة المسيحيين وأن ما صدر عن الشيخ سالم عبد الجليل منذ يومين بحق المسيحيين والمسيحية هو مقال في غير مقامه وإذا كنا نعترف بأن الشيخ سالم هو رجل دين له مقامه فإننا في الوقت نفسه لا بد أن نقر مبدأ أساسي إلا ألا وهو أن القرآن الكريم حمال أوجه وأن تفسيرات نصوصه غير مقدسة وإنما المقدس هو النص القرآني فقط أما تفسيرات العلماء فينطبق عليها ما ينطبق على كل اجتهادات البشر فمنهم من أصاب ومنهم من لم يصب كما أنه علينا أيضا أن نعترف أن النص القرآني نص شديد العمق ويحتاج إلى كثير من الجهد وكذلك الزمن لفهم المعنى المراد مما يقصده المولى عز وجل ولذلك هو كتاب لا زمن له وإنما هو صالح لكل زمان ومكان فقد يأتي غدا من يكشف له الله الحب فيرى في النص ذاته ما لم يستطع من سبقه تفسيره ومن ثم فعندما يتعثر عالم في جزئية بعنها فهذا ليس تعثرا للديانة في حد ذاتها ولا لأتباعها ولا هو مدعاء لأن تنطلق الحناجر الغاضبة وتصب جام غضبها على الجميع فيصبح الأمر برمته مقالا في غير مقامه أيضا ولأننا قناة تتبنى الرأي والرأي الآخر دون مساس أو تجريح ولأننا قناة استطاعت أن تبحر وسط أمواج الإعلام المتلاطمة على مدار 15 عام فوصلت إلى ما وصلت إليه مما كان بين ملايين مشاهديها وجمهورها العريض فإننا اليوم أولى بأن نفتح الحوار من خلال هذه الحلقة حول ما صدر عن الشيخ سالم عبدالجليل نستعرض وجهات النظر وندافع عن مبادئ هذه القناة ولعلها تكون مبادرة حسنة النية للنسيان ما قد حدث ولا نخجل أبدا أن نقول أنها ربما صيغة من صيغ الإمعان في الاعتذار عن أي جرح أو ألم تسببت فيه عصرة الشيخ سالم شكرا